أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات التي أجراها مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان تأكد تطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري في كليهما بما يتناسب مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأرميني أن المباحثات شهدت التأكيد على استعداد مصر لنقل خبراتها في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني المباحثات التي أجريناها اليوم قد أكدت تطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري في كليهما بما يتناسب مع المستوى المتميز لعلاقاتهما السياسية وذلك من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الغزائية والدوائية أكدنا كذلك خلال المباحثات اليوم استعدادنا لنقل الخبرة المصرية في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني وبحث سوء لاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركات الأرمينية في مجال الزكاء الاصطناعي